الان ظهر معنا مشكلة شايفين الجهاز يبيصل الشحن لتسعة وتسعين خلينا نقوي الاضاءة الشحن يبيصل لتسعة وتسعين زي ما انتم شايفين ما بيصل ما بيصل هذا الجهاز اللي هو معنا البوكو اف ثلاث اللي هو مي الاف ان اكس هال النسخة التجربية اللي عليه نسخة شاوم التجربية البيتا شايفين بيصل تسعة وتسعين فاصل سبعة وشهين تمانية وشين في المية لما يصل على الاخر برجع ثانية تسع وثيين هيضلوا تسع وثيين هيضلوا يعيد معك تسع وثيين وهذه المشكلة ظهرت عند الناس كتير وحكولي عن المشكلة هذي كيف تنحل خلينا نجرب نحلهم ابعض يلا خلينا نجرب نحلمها بعض لا تنسى الدعم واللايك أهمش اللايك يا شباب نيجي الآن على الإعدادات نشوف إن تنحل ولا ما تنحل بعد الإعدادات هنيجي على التطبيقات الجهاز بالإنجليز عشان عليه نسخة البيتا لشاومي بعدين في إدارة التطبيقات بعد إدارة التطبيقات تأكد أنه أنت عامل عملية اللي هو عرض كل التطبيقات ونيجي هنا لنبحث عن شغلة اسمها بالعربي البطارية والأداء خلينا نكتب هنا بتري هي تطلع لحالها اللي هو تحسين البطارية أو البطارية والأداء وهكذا المهم البطارية والأداء شكل هاي شكلها شايفين شكلها خلينا نعملها الشغلة جربت في خطر في بالل لنعملها الشغلة يمكن تزبط اسمها clear data clear all data نمسح جميع البيانات delete all data نمسح جميع البيانات وهكذا قل له اوكي بدنا نجرب الآن نشحنه ونشوف هلي صالمية إذا والله نحلت المشكلة بكون هذا الإنجاز إنجاز كبير إنه إحنا وصلنا للحل ونجرب الآن هاي إن شاء الله بشحن ونشوف كيف نستنى شوي أنا رجع التاني لكم الآن ونشوف هل تصل 100% ولا لا هاتطلعوا كيف هاي مداشي للشيحن ورجيكوا قديش وصلت النسبة قديش بشحن تسعة وتسعين فاصل ستة وعشرين فاصل سبعة وعشرين هاي يبعد خلي عد النسخة لعلى الجهاز هيها هذا نسخة البيتا أنا بجي عشان هدا عليها اللي هو بيتا تلات عشر عليها مواصفة اربع عشر الان بلاشت تنزل وهي تلات عشر تاعت اتنين وعشرين سبعة هادي الحم في نسخة كمان جديدة تحديث جديد أجالها كمان للجهاز وهي مي الافن اكس اللي هو البوكو اف ثلاثة نفس الجهاز بس بيقولوله مي الافن اكس هدا بيجي بالنسخة الهندية كمان ميها هاي طبعا النسخة الصينية اللي عندي التجربية النسخة اللي هو الصينية تجربية نشوف قديش وصل نشيل الشاحن ونحط الشاحن وتماني واربعين وتسعة واربعين وخمسين وواعد وخمسين ان شاء الله نشوف خلصنا يلا نهي هبه هبه يا معلم هبه هبه يا معلم ان حلت المشكلة الحمد لله لقنا حل الها شفت الحل ده بحما اسهله اذا حل اي واحد ابتصل عنده نسبة البطارية الى تسعة وتسعين وبتوقف بدخل على الاعدادات التطبيقات ادارة التطبيقات وببحث عن شغلة اسمها البطارية والاداء او باتري اند بيرفورمانس وبعمل مسح جميع البيانات ويعطيك المعافية وبوشكل بالنحل وهي وشحن الجهاز واصبح الآن مي في المينية كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب على شاني صلاة كل جديد ونلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام